الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أحبتي في الله ما زلنا مع حديث المفلس وسيطول المقام بنا كثيرا لنغير بعض المفاهيم في القرآن والسنة مما فهمناها خطأا أو فهم بعضنا خطأا ما زلنا مع الحياة الدنيا والصحابة وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم الدنيا على حقيقتها ففازوا بها ولم يخسروا منها شيئا وفازوا بالآخرة ليتنا مثلهم ليتنا مثلهم إذا رأيت أقسام الشرطة والمحاكم خاوية ليس بها شاكل ليس بها مظلوم حينيز أقول فهمنا الدنيا على حقيقتها إذا رأينا البيوت هادئة وما زال رجال يضربون نساءهم وقد قلت في خمس حلقات سابقة لا ضرب في الإسلام يمنع ليس هناك نص يقول إن الزوج يضرب زوجته كفا ليس عندنا هذا بل يضربه بالسواك أو بعواد الحشيشي كما رأينا في قصة سيدنا أيوب عليه السلام أما أن يأتيني أمس أن رجلا أمس فقط ضرب زوجته حتى كادت أن تسكن في المستشفى لماذا؟ هي مخطئة؟ فالضلع أخذها من يدها ووصلها عند أبيها حينيز أقول فهمنا الدنيا صحيحة فساما صحيحا أما أن نؤذي أولاد الناس حتى لو كانت مخطئة وكي إحنا عندنا النصوص هي ناشز ارجعوا الحلقات التي قلنا فيها حلقة النشوذ للمرأة وحلقتين عن نشوذ الرجل بعدها أقول فهمنا الدنيا كما فهمها الصحابة أما أن نعيش بهذا الشكل الذي أراه يوميا ورجل يضرب امرأة وهي تضربه ثم أحاول الصلح بينهما فيقول لي كيف قد أهنتني وضربتني وشتمتني وصلنا إلى هذا الحد ونقول الدنيا لا إحنا محصلناش حد خالص طب حتى أن الناس الذين لا يؤمنون بالله ربحوا الدنيا شغلين بالدنيا وكسبنين فيه إحنا لا حصلنا دنيا ولا حصلنا آخر مش عادي أنها روح فيه يعني بتاقوا الله بتاقوا الله عدوا للقرآن والسنة حينئذ أقول حقا نحن مثل الصحابة رضان الله عليه قلت لكم في نهاية الحلقة السابقة أن هناك ثلاثة أشياء في الدنيا لو وجدناها لفزنا بالدنيا وما فيها ما هي هذه الأشياء أولا لابد أن نعلم أن نعم الله تعالى نعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يعني لو جئتم بحصى الأرض لتعدوا نعم الله واحد اثنين ثلاثة مليار الحصى ينتهي ونعم الله لا تنتهي ما غابت نعمة عنا إلا وظهرت نعمة أخرى ماذا نريد ما فقدت نعمة إلا وجدنا نعمة أخرى وهناك نعمة بل ثلاثة لا يهنأ العيش إلا بها لو عندك التريليونات وليس عندك هذه الثلاثة أو اثنين منها منت معاك واحدة باج واحدة لا يهنأ العيش أبدا ولا يقر قرار عند فقدها إنها النعمة التي يبحث عنها الكثيرون بل يخطب ودها الصغير والكبير هي نعمة لا أجل ولا أعظم منها هي يعم أو أعظم منها بس فقط نعمة الإسلام يكفينا بنعمة الإسلام نعمة كبيرة جدا أعرفتم تلك النعمة أحبتي إنها نعمة الأمن والأمان لو الدنيا فيها كل شيء وليس فيها أمن والأمان والسلام والاستقرار في الأوطان وهي من أجل نعم الله تعالى على الناس لما فيها من الطمأنين والاستقرار لأن هاجس الأمن ورزق وإحنا عندنا ثلاثة الآن اثنين الأمن ورزق هاجس هاجس لازم البشر طوال حياتهم وطوال التاريخ من سيدنا نوع عليه السلام سيدنا آدم إلى الآن إذ لا يقوم عيش إلا بأمن وتمأنينة واستقرار لا يقوم عيش إلا والناس يمتعون في نعم الله عز وجل وفي عصرنا هذا والعصر الذي قبلنا جل موارد الأرض كل الذي يخرج من الأرض وأرزاق الناس ما يخرج من الأرض زائد الأرزاق تنفق لتحقيق هذين المطلبي الأمن ورزق فأكثر خزائن الأرض وميزانيات الدول الكبرى والصغرى تنفق على ماذا؟ على السلاح لماذا؟ من أجل الأمن شوف ميزانيات الدول اللي بتنفق على السلاح وبشتير سلاح ليه؟ عشان يأمن بلده حقه هذا طيب استخدامه في الحماية واستخدامه في رد العدوان عن بلده حقه هذا وردعوا الأعداء ليتحقق الأمن للبلد اللهم أمنا في أوطاننا أوطان مسلمين جميعا يا رب العالمين وليس خافيا على أحد منا ما ينفق في الاقتصاد والزراعة والتجارة من أموال طائلة حتى صار الناس يستغلون النفايات ويسمعونها من جديد بتتصدر الآن النفايات وعلى رغم من هذا كله وغيره فإن البشرية في مجملها تجد فيها الخوف والرعب وتحس بالجوع لماذا؟ وهناك من عنده قدر من الرزق والأمن يعاني خوفا آخر يعني حتى لو واحد عنده الناس خايفة من الجوع والخوف يعني عندها خوف وجوع بل رعب الآن مش خوف وجوع طب اللي عنده اللي آمن واللي عنده الأكل خايف من حاجة تانية خايف من الحروف إن ممكن الحرب ييجي يأكل هذا يأكل الأمنة اللي عنده ويأكل الرزق اللي عنده والحرب هكذا وهذه السمة من سمات العص وسيطر على عقول الناس العيش للدنيا والاستمتاع بها بلا ضوابط نستعمل جمعيات يدخلون من الأموال للفسح وإلى آخر إلى آخر بلا ضوابط دينية ولا أخلاق ولا شيء إلا المؤمنون المؤمنون ده حاجة تانية تمسكون بدينهم يحاربون من أمم الأرض حتى يكونوا مثلهم ولأن كثيرا من المسلمين وقع فيما وقع فيه غيرهم من غير المسلمين فإن هاجس الأمن والرزق صار مصدر رعب وقلق كما قلت قبل قليل يقض مضاجع الناس المسلمين يتكلم عن المسلمين فرح أكثرهم يستجلبون الأمن والرزق بالطرق المحرمة الأمن يطلب الأمن والرزق والطرق المحرمة والكذب الخبيث وذكون إلى الذين ظلموا ليؤمنوهم في بعد تام عم بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو الذي يهب الأمن والرزق جل في علاه سبحانه وتعالى لا يمكن أن تستقيم الحياة ولا يمكن أن نحقق السعادة فيها إلا إذا كان الإنسان آمنا على نفسه وعلى بيته والأمة التي تريد تحقيق الأمن وبسط الرزق وكسة الخيرات وانعدام المشكلات عليها أن تتق الله عز وجل حينئذ سترى الخير الوفي لأن الأمن معنى إيه نتكلم عن الأمن لسه في نعمتين نحن نتكلم عن ثلاثة عنوانا الأمن الأمن هو شعور الإنسان شعور الإنسان أي إنسان فردا كان أو جماعة في الوطن وخارج الوطن بطمأنينة الحياة والعيش وانتفاء أسباب الخوف عيش مطمئن ولا أخاف ولذلك كلمة الأمن في القرآن الكريم والسنة النبوية المطأرة جاءت في موضوع عديدة لكن تجد معنى إيه السلامة والاطمئنان النفسي وانتفاء الخوف على حياة الإنسان أو ما تقوم بيه حياته من مصالح وأهداف إلى آخر تعالوا فاق نبدأ كده الموضوع ده بحديث يفصل للأشياء الثلاثة في صحيح سنن الإمام التلمزي وصحيح سنن الإمام ابن ماجه رضي الله عنه من حديث عبيد الله بن محصن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أهل ابنا يحفظه لكن وقفنا معه دي مشكلتنا إيه الحديث اللي هنا يغيرنا المفاهيم وعلمنا الدنيا صح من أصبح منكم من أصبح لأن الصباح ده بحاجة مشركة كده وكويس معافا في جسده ما فيش أمراض آمنا في سربه عنده قوت يوم عنده قوت يوم ثلاثة أشياء معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يوم قوت يوم إيه اللي يحصل فكأنما حيزت له الدنيا بعذافيرها كأنه ملك الدنيا إيه حاجات ثلاثة دول عنده قوت يومه يا أمة الإسلام يا من ترغبون في الجنان عنده قوت يومه مش قوت سنة ومرعوب وخايف فنعم الله على عباده كثيرا لا تعد ولا تحصى وأتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه ورزق الله عز وجل متعدد ومتنوع فليس الرزقه محصورا في المال كما يظن أغلبنا أبدا من خطأ كبير الرزقه ليس محصورا في المال خذ عندك الرزق في إيه الأمن والأمان رزق رزق نعم لا حاجة سألات تبا تخيل يعني كنت في بعض البلاد والأبواب حديد في حديد في حديد حتى الذين يبيعون في المحلات 14 ساعة فتح شباك كده بيبيع منه وإلا دخل عليه مفيش أمن لا أمن ولا أمان فكنت أقول الله بلادنا كلها آمنة أسأل الله أن يعم الأمن والرخاء في بلادنا وبلاد المسلمين الأمن والأمان رزق الصحة والعافية رزق الأولاد والزوجة رزق العلم والفقر في الدين رزق البيت والأسرة رزق العمل رزق العقل والفكر رزق كل ما ينتفع به الإنسان فهو رزق وهذا الحديث الشريف الذي بين أيدينا الذي تضمن ثلاثة أشياء إذا وجدتها أخي في الله فأنت قد حيزت لك الدنيا بحذافيرها لكن شوف رقم ثلاثة هي عندي أم وحدة وكلهم مهمة عنده قوت يومه إيه رقم في المخازن اللي عندنا المشكلة نحن مرعوبين مشكلة المخازن موجودة آه في البيوت وهنا وهنا لكن مرعوب أنا عندي خزين أربعة شهر مرعوب مرعوب مني يا حبيبي وانت ضامن تعيش للأربعة شهر الحديث في إيه الأمن والأمان والعافية والقوت في الأشياء الثلاثة أمن وأمان وعافية وقوت الواجب على العبد الذي يملك هذه الأشياء الثلاثة أن يشكر الله عز وجل ويحمده حتى يزيد منها شوف النص من أصبح منكم أصبح في ذلك اليوم لأنه بيشير إلى إيه إلى أن المؤمنة لا يحملوا هم المستقبل مستقبل البيض اللي عز وجل أقول أقول لك يعني 99% مننا وتسعة من عشرة مرعوبين من مستقبل أولادنا مرعوبين مش خايفين وقد يمنعنا عن الصلاة والعبادة خوفونا على مستقبل الأولاد يا عم التق الله التق الله ما أصبح منكم يملك الثلاثة الدنيا كلها ملكه مش عجبنا وبعدها تشكون مما كسبت أيدينا ولا أبالش وقلتها كثيرا المؤمن لا يحمله هم المستقبل لماذا؟ لأن المؤمن المؤمن وليس المسلم يعلم أن الأمور كلها بيد الله عز وجل كل الأمور بيد الله ماذا سيحدث غدا؟ الله أعلم حبيبي لو كنت تعلم الغيب كلنا أنت مبعوب على مستقبل أولادك بأن أنت تعلم الغيب ينفع كلام ده؟ كل لا يعلم الغيب إلا الله كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله بعدها تقول نعلم الغيب؟ ما أنت كده تبدأ عين من الغيب؟ لأنك تقول مستقبل مستقبل يا حبيبي اتق الله اتق الله وتق الأمور فوضه الله عز وجل واحد يقول لي الأولاد تخرجوا جاعدين في البيت وانت عملتوا حاجة؟ انت نجاتهم من الله عز وجل؟ المؤمن لا يحمله هم المستقبل أبدا أبدا لأنه يعلم أن الأمر كله بيد الله عز وجل فهو الذي يقدر الأقدار ويسبب الأسباب ويدبر الأمر وعلينا إذا كنا مؤمنين أن نحسن الظن بالله عز وجل وأن نتفائل بالخير أن نتفائل بالخير ولا نيأس انت لا تضمن ماذا سيحدث بعد دقيقة لا بعد ربع دقيقة وأن لا نتكلف في الدنيا وأن لا نتطلع إلى زينتها كما قلت في الحلقة السابقة وإلى شهواتها لأن هذا لا شك يصد عن الآخرة وينبغي أن تكون همة عالية فكري الحلقة الماضية إلى أعلى أم إلى أسفل؟ إلى الدون أم إلى أعلى؟ شوف الحديث ده كده؟ نزلنا مع حديث الأشياء الثلاثة في صهر المان بخاري من حديث التابعي أبي حازم سلم بن دينار أنه سأل الصحابية سهل بن سعد رضي الله عنه قال هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي؟ نعم واحد تابعي بيسأل صحابي هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم النقي؟ النقي ده نكمل الحديث فقال سهل بن سعد رضي الله عنه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله عز وجل حتى قبضه الله إيه ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما يرى النقي يعرضنا عمي النقي ده نكمل فقال فقلت هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل عفل مناخل جمع منخل منخل اللي هو اللي ينخله بالدقيق هل كانت لكم صحابة دول إيه يعني سبحان الله رضي الله عنه ما تسمعين السؤال الأول كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال الثاني عن الصحابة هل كان لكم في عهد رسول الله مناخل؟ قال ما رأى رسول الله وإحنا معاه طبعا ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا اللي احنا نسميه منخل ومنخل من حين ابتعثه الله عز وجل إلى حين قبضه الله عز وجل لكن في عم أسئل قال لا لي سفي سؤال ثالث ما هو كلام بصحي البقاري قال كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول انتوا بتطحنوا الشعير وتأكلوه قالوا ازاي قالوا كنا نطحنه وننفخه عارفين انا ننفخه يعني يجي كده حطوا الشعير هنا ويعملوا كده وينفخوه اللي يطير منه بعيد والبقى يبقى كبير فيطير ما طار وما يبقى ثريناه فأكلناه يعني يبينلوف المياه ويأكلوه هذا كان أكلوه نعم ايه بقى النقي ده بقى النقي النقي هو الخبز المنخول دقيقه مرة بعد مرة يعني انا سألت في الحديث ده الراجل بتاعي اللي بيعمل عنده ما كنتم تطحين فقال هي درجات أعلى أوسط أدنى الأعلى ده اللي هو يعني منخول ده المنخول مرة بعد مرة يعني ليس فيه اللي احنا بتسميها الردة دي ليس فيه أدنى شيء من الردة دقيق نمرة واحد هل أكلوه النبي صلى الله يا حبيبي كان بيأكلوا مردته يا حبيبي ليه احنا نجيب من هنا اللحق من ايه انظروا إلى الخبز الذي يرمى في القمامات يقول لك الستعبان وأنا أقول لأصحاب المخابز اتقوا الله الحمد لله الآن مشي كويس اتقوا الله أيضا في الخبز وأقول لمن يأخذ الخبز من المخابز اتقوا الله فيها دي نعم الله لا ترموها في القمامة ما كانها بطن الإنسان إن لم تريدها اتركها لغيرك أشوف الناس بسم الله ما شاء الله شايليني كياس حاجة فخمة أقول ستأكل هذا كله لا أقول لكم الإجابة كالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكلوا النقي أي الخبز المنخول مرة يعني مش منخول مرة واحدة لا كده مرة في صحيح مسلم وصحيح ابن حبان رحمهم الله تعالى من حديث خالد بن عمي رضي الله عنه قال خطبنا عدب بن غزوان عدب بن غزوان خطبنا طلع المنبر خطب فحمد الله أثنى عليه ما هو آله ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم إيه الدنيا آذنت بصرم يعني الذهاب وانقطاع وتقلبات على أهلها واحد يوم غني غدا فقير واحد فقير غدا غني إيه هو ده الصلم التقلبات يعني وولت حذاء يعني أدبرت وذهبت مسرعة الانقطاع كان غني جدا فجأة أدي معنا حذاء ولم يبقى منها إلا صبابة الصبابة دي اللي احنا بنسميها الزوء اللي في الكوباة مش حكي اسمها زوء يا حبا اللي يسيب في الكوباة شوية صغيرين كده دي اسمها إيه صبابة لم يبقى من الدنيا إلا شوية الشاي اللي في نهاية الكوباة كصبابة الإناء يتصابها صاحب ويتركها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها خطبة جميلة جدا فانتقوا بخير فانتقلوا بخير وانتقوا الخير ما بحضراتكم فإنه قد ذكر لنا هيتحول الآن إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أي ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجر يلقى من شفة جهنم أي من طرف جهنم فوق فيهو فيها سبعين عاما شو راجل بيخوفنا من الدنيا يقول الحجر لو جيت في أول جهنم أنا أعتبره كم ساعة ولا كم سبع الحجر هما للناس لما حتنزل جهنم يوصل لأقعرها يعقل كم سنة سبعين ويطلع في كم إيه يا جماعة دا مش في بالنا يا عم لا نعيش يا عم تتخوفنا ليه لا يدرك لها قهرة بول ما لهاش نهاية والسبعين ما احنا بنعرفش السبعين دول إيه السبعين عم بحزبنا لا وبالله لتملأ حتتمل جهنم عن أخيرها هو ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفعجبتم ولقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا عدبة يقول ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ما بين مصرعين اللي هي المسافة بين الباب الواحد في الجنة رحل الجنة المصرعين يعني هذا الباب له خشب هنا وخشب هنا المسافة بين خشبت الباب من هنا وخشبت الباب من هنا كم سنة أربعين سنة يعني تمشي من عند أول الباب لآخر الباب أربعين سنة بس هنا مش من بتاعتنا أيضا من عند الله وليأتين عليها يوم على أبواب الجنة إن شاء الله إن شاء الله نكون منها هليا وجميعا وهو كضيذ من الزحام الناس عايزة دخل الجنة أربعين سنة الباب وما لهم تمان أبواب يبقى تمانية فاربعة يبقى كام بقى شب بقى كام يوم بقى مسافات على ما توصل لأخير ها وقال قد رأيتني سابع سبعة اللي بكلمة على الدنيا يخاف من الدنيا يخاف من الغد يقول عدبة رضي الله عنه رأيتني سابع سبعة ها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ليس لنا إلا ورق الشجر أنا عايز واحد من المئة وعشرين مليون يقول لي كالتو ورق شجر وليأتين عليها ورأيتني كما قلت نأكل أوراق الشجر حتى قرحت أي تجرحت أشداقنا إن كنت أكل ورق الشجر طبعا بتسيل بتشوك هنا وبتجرحهم فتقيحت بقى فتقيحات مئة من أكل ورق الشجر فالتقدت بردة لقى بردة كده عباية كده ملمية يقول فشققتها بيني وبين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم هذه الدنيا لقى بردة جابها شققتنا عشان راح يأخذ كل منهم يأخذ نصر يسطر نفسه به احنا عندنا الدواليب ستقع ستقع من الملابس ولا يعجمنا تقول الله تقول الله حتى ينصرنا الله على الدنيا وشهوات الدنيا تقول الله واشكره نعمة الله الشكر ليس كلاما الشكر بالفعل جابوا البردة شققها اثنين مع سعد بن أبي وقاص سيد الله عنه أقول فأخذت نصفها اتذرت به واتذر سعد بنصفها فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار اللي كان بيقوله وانا كالشجر من الدنيا مش بالهم جاءته مراكعة أمامهم يقول أصبحت أميرا على البصرة وأصبح سعد بن أبي وقاص أميرا على الكوفة وإني أعود بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا إذا مع كل ما عملت هذا يا جماعة أعود بالله أن أكون في نفسي عظيما في نفسي عظيما وعند الله صغيرا وإنها لم تكن نبو وقت إلا تناسخت إلى آخر ما قال أحبتي في الله في صحيح أبي داود قال عبد الرحمن من أبي بكرة رضي الله عنه يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غدا اللهم عافيني في بدني هل نقوله هذا حتى المرض حيث تردل هذا الدعاية حبيب الله بجوانك ينتظر منك الدعاء اللهم عافيني في بدني اللهم عافيني في سمعي اللهم عافيني في بدني اللهم عافيني في سمعي اللهم عافيني في بصري ثلاث مرات لا إله إلا أنت الدعاء دعاء يقول ثلاث مرات وتختم كل مر بلا إله إلا أنت قال تعيدها ثلاثا صباحا وتقولها ثلاثا مساء فقال يا أبتي لما أنت تدعو بهذا الدعاء قال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن الثلاثة يعني فأنا أحب أن أستنى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله فكأنما حيزت له الدنيا بحزافرها الحديث الذي معنا ما زال أي من اجتمعت له هذه الخصال الثلاثة آمنا في سربه آمنا في بيته السرب ده بيته زوجته أولاده مصلحته شركته الحمد لله بفضل الله عندنا شركات أمن وحراسة وحتى قدم السرقات شغالة معافن فيه جسده عنده قوته يوم الثلاثة كأنما ملك الدنيا وما فيه أمان اللي بخزن سنة وسنتين ومرعوب ده يطلع إيه لا إيمان عنده قط لأنه قد اجتمعت لابن آدم في هذه الثلاثة أن أهم النعم ومتطلبات الحياة ويتمكن بالانتفاع منها بالعافية ولو عنده أمن وعنده أكل يوم وتعبان لن يتمكن منها فهذه هي النعم قال الإمام المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير رحمه الله من جمع الله تعالى له بين عافية بدنه وأمن قلبه حيث توجه وكفافة عيشه بقوت يومه وسلامة أهله فقد جمع له الله تعالى جميع النعم فينبغي معقول جميع النعم قوتة يومه أنا بس بركز على حدة قوتة يومه لأن إحنا ممعبين وعندنا أكل يكفينا سنتين أو شهرين أو ثلاثة جمع الله لو جميع النعم في هذه الثلاثة نعم يبقى كأنه ملك الدنيا وما فيه قرون مين يا عامدة قرون ليأتي بجوارك شيء أنت كأنك تملك الدنيا اسمعوا إلى هذا الحديث أختم بها هذه الحلقة المباركة إن شاء الله أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع وما نرى في صاح مسلم الله سمع لك صاح مسلم من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي عبد الله بن يزيد رحمه الله قال سمعت عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهم وقد سأله رجل في واحد بيسأل سيدنا عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهم أشمعين ألسنا من فقراء المهاجرين إحنا فقراء ولا مش فقراء فقال له عبد الله ألاك امرأة تأوي إليها عندك واحدة ستة بيتك زوجة قال نعم ألاك مسكن تسكنه عندك سكن تسكنه شو مم الإجارة أو البتاع مم مسكنه خلاص يأويك منتش نين في الشارع قال نعم قال فأنت من الأغنياء إيه يا عم المفهوم شبت الصحابة كيف فاهموا الدنيا فكيف فاهمناها نحن هل نتغير هل نصح ما فاهمنا ولا يبقى الحال على ما هو خلاص كل راحة حور شوف بقى الدنيا مشت إزاي شوف بقى الدولار بقى بكاف ما أنا لقوا بالي لو أننا مثل هؤلاء لا أصبح الدولار الجنيه الجنيه الواحد شوف يبقى بكم دولار لما كان الجنيه بعشرين ريال في يوم الأيام وكم بكاف الدولار لو يستوي بيزواره شيء مما كسبت أيدينا عندك سكن؟ عندك زوة؟ أنت من الأغنياء الله أكبر قال له لا ده أنا عندي شيء آخر أسكره لك إيه؟ عندي خادم إيه؟ عندك سكن وزوجة وخادم إذن أنت من الملوك ماذا أقول لنفسي ولا حبتي في زمني هذا؟ عنده زوجة وسكن كلام في صحيح مسلم كلام في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمر بن العاصر إذن الله وعنه عندك سكن عندك زوجة عندك خادم أنت من الملوك يا حبيبي أحبتي في الله نحن في أمس الحاجة بالبشرية كلها إلى ثلاثة أشياء بها يهنأ العيش ألم أذكرها لكم الثلاثة بعد أختم بها الحلقة لأكملها الحلقة القادمة من خلال النصوص القرآنية والنبوية التوحيد الأمن الرزق كل إنسان مسلم غير مصفحة إلى هذه الثلاثة بس غير مصفحة إلى التوحيد ويذكر سنوة حالهم بعد الحلقة القادمة من مشاهدة لا يتعلم التوحيد الرزق الأمن وهي التي دعا بها سيدنا إبراهيم عليه السلام لقومه ولأمته ولأهل مكة المكرمة خصوصا ولنا من بعدهم أختم بها الآية أختم الحلقة بالآية ونبدأ بها الحلقة القادمة في مشاهدة لا يتعلم وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمن وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئلة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمن وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر هذه الثلاثة اجعل هذا بلدا آمن وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر هي للتوحيد الرزق الأمن هذا الثالوث الذي لا غنى لبشر عنه لا غنى لإنسان لكن ما الذي جمع بين الثلاثة ما الذي جعل سيدنا إبراهيم يطلب الثلاثة لهذا البلد ونحن نطلبها لبلدنا ولكل بلاد المسلمين ولماذا قدم الأمن على الرزق لماذا ثم أخر التوحيد لأن الإنسان إذا رأى نعم الله عليه من أمن ورزق يؤمن بالله عز وجل فيكون التوحيد والحديث بقية نبدأ بما انتهينا به اليوم إن شاء الله عز وجل في لقائنا القادم بمشيئة الله عز وجل سألنا الله عز وجل لبلدي ولبلاد المسلمين أن يكون بلدا آمنا مطمئنا مستقرا سخاءا رخاءا إن ربي على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبالإجابة جدير